يعني بالحديث عن الكشف المبكر عن حدوث السرطان هل فيه أعراض أو فيه علامات ممكن لو حد شافها على الطفل يبتدي إليه على الأقل حتى يبتدي يروح يسأل دكتور يستشير يعمل بعض التحليل أو الأشعر؟ السؤال ده مهم جداً أقدر أقول لحضرتك فعلاً أن احنا يعني الكشف المبكر ده موضوع مهم جداً وحتى فيه يعني توجهات رياسية للكشف المبكر على مستوى الأورام كتير ومبادرات كتير مطلقة للكبار للفئة العمرية الأكبر شوية من الأطفال بالنسبة للأطفال مهم جداً أن أنا يكون عندي وعي زي ما حضرتك بتقولي من الأسرة عشان تقدر يعني تلقط أو تكون مدركة عند حدوث أعراض متكررة وفي نفس الوقت محتاج يكون عندي مقدمي الرعاية الأولية لازم يكونوا إلى حد ما عندهم وعي بحيث يقدروا يوجهوا الأطفال عندهم اشتباه في كده من الأعراض الأعراض لو نتكلم عليها كأعراض عامة عندي الحرارة المستمرة الغير مبررة الغير مستجيبة للموادات الحيوية وفي الغالب الطفل اللي بيصاب بالقصة دي بيكون لف على أطباء كتير لحين توجيهه إلى حد متخصص أن يكون عندي صداع مستمر والصداع المستمر ده يكون بيكون في فترات صباحية يكون مصاحب ليه قيء يكون عندي نقص شديد في الوزن يكون عندي عرق غير مسبب بشكل واضح يكون عندي نزيف يكون عندي شحوب فنقدر نقول عليها أنها أعراض عامة والأعراض العامة دي مشكلتها أنها بتاخد وقت لحد ما نقدر فعلا نشخصها لكن حضرتك ذكرت في البداية أنه ممكن العوامل الوراثية تكون مؤثرة عند بعض الأطفال طبعا موجودة هل ده ممكن يخلي الأباء والأمهات أن هم يكونوا حريصين على إجراء الفحوصات للأطفال مبكرا؟ يعني يكون فيه فحص دوري مثلا؟ لا أقدر أقول لحضرتك عشان أجي أتكلم عن العوامل الوراثية الأهل نفسهم بيكونوا عارفين السلسلة أو الأسرية بتاعتهم يعني هو بيجي يقول لك والله وده طبيعي جدا في أي لقاء مع مريض لأول مرة أنت بتاخد منه التقرير الطبي عنه الكامل بتسأله هل فيه سرطانات أخرى في العيلة هل ليه إخوات أخرين هل حدث إصابة بنوع معين فأنت بتسأله وتقدر تعرف فعلا أنه فيه أو فيه احتمالية أن الطفل ده أو إخواته لأن ساعتها بنحتاج في بعض الأورام نحن نقول حنتابع إخواته وديه فيه حاجات زي ما قلت لك مش في كله إنما فيه بعض الأورام زي أورام العين مثلا أورام العين عند الأطفال وارد فيها جدا الارتباط الجيني والارتباط الأسري بالذات لما تجي في سن صغير جدا أقل من سنتين بتجيب المتابعة ومتابعة الإخوات كمان فمهم جدا أن الأسرة تنتبه لده وفي الغالب الأسرة بعض الطفل الأول ومع الاحتكاج بالأطباء بتكون على العلم وبيتوجهوها يقولوا لها إن فعلا ممكن أطفال آخرين من عيالها أو كده يكون عندهم المرض ده في المستقبل ترجمة نانسي قنقر